أستاذ جمال هل فعليا ترى أنه من الممكن إعادة تصالح سوريا بشكلها الحالي نظاما ومعارضة مع محيطها يعني خلينا نقول محيط العربي لربما بدأ يعيد احتضان جانب النظام السوري ولكن هل برأيك سوريا قادر اليوم على إعادة احتضان أبنائها اللي فشوفه أنا أنه أي يمكن بناء سوريا متصالحة مع نفسها بشرطين أن لا يكون نظام وأن لا تكون معارضة يعني الشعب السوري قادر على أنه يبني الدولة من جديد دولة فعالة دولة يعني مؤثرة بمحيطة وبالعالم لكن هذا اللي بيقدر عليه هو الشعب السوري والشعب السوري مستلب من عدة جهات النظام مستلب قرار السوريين في داخل المناطق اللي مسيطر عليها والمعارضة يعني أو السوريين اللي بناطق المعارضة لا حول لهم ولا قوة وحتى اللي بالخارج لا حول لهم ولا قوة يعني يعني دوروا على أوتيومن ما عندهم منبر يحكوا فيه ما عندهم مكان يجتمعوا فيه ما عندهم يعني رواد يتقدموا مسيرة فهي مشكلة كبيرة كتير كتير ممكن بناء سوريا متصالحة مع نفسها إذا أنا هلأ بقعد أنا والأستاذ سلمان هو بيحكي وأنا بيحكي وبيعدوا عشرة مثلنا من جوا وعشرة مثلنا من برة وعشرين بيصيروا مية إلى ما هناك سوريا قادرة على أنه تنتج وتخلف سوريا ما بتموت ولكن هذا القرار بيد السوريين اليوم دكتور أستاذ جمال الحقيقة لن أكون متفائل يعني أكتر من التفاؤل لكن بقول هذا هو المخرج هذا هو المخرج أنه السوريين يحاوروا بعضهم بعيدا عن مرجعياتهم النظام والقيادات المعارضة اتلاف ومجلس وطني خليني 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 لو سمحت انتهت بهذه النقطة بالذات للأستاذ سلمان أستاذ سلمان هل يسمح للشعب السوري اليوم بتقرير مصيره واللاعبين كما تفضل للأستاذ جمال الفرق نعم بالتأكيد لا لأنه مصالح الدول الإقليمية والوحدة الدولية لا تسمح بذلك أو لا تتناسب مع ذلك أن السوريين يقررون مصيره كيف يعني يسمح الإيراني والروسي والأميركي والتركي وغيره يعني يقرر السوري المصير لكن كما تفضل أستاذ جمال ليس لدينا خيار أو رهان إلا على وحدة الوطنيين السوريين نعم نعم بغض النظر عن نظام ومعارضة دعنا يعني لنفترض أنهم غير موجودين وحدة الوطنيين السوريين بمختلف مواقفهم ويعني كلمة وطنيين سوريين تشمل أعتقد أكثر يستحقاً أستاذ سلمان معلشي أستاذ سلمان معلشي بس هيك نقطة هل تتفق أن ما قام به الشعب السوري في 2011 كان استحقاق؟ لم أفهم عليك تماماً هل كان خروج الشعب السوري في 2011 ضد النظام السوري هل كان استحقاق؟ لا كان تحرك شعبي وكان تحرك سلمي في البداية وهذا ما اعترف به النظام ورفع مطالب مشروعة ولم يكن بالتأكيد بدفع خارجي فيما بعد تم الاستلاء على هذا الحراك وتوجيه اتجاهات خطأ وأيضاً معالجات السلطة لم تكن بالمستوى المطلوبة أو لم تكن تتناسب مع الواقع وبالتالي أدى إلى هذا الخراب وأدى التدخل الأقليمي ثم التدخل الدولي تم تعقيل المشكلة وخرجت إلى حد ما كبير خرجت الموضوع من أيد السوريين لكن كما قلت لا يمكننا الرهان إلا على وحدة الوطنين السوريين والوطنين السوريين يعني أكسرية الشعب السوري يعني كل سوري لم تتلوث لم يشارك بجرائم ضد الشعب السوري ضد السوريين الآخرين أنا أعتبر كل سوري لم يشارك بجرائم أو لم يمارس جرائم ضد السوريين الآخرين هو وطني حتى لو اختلفت إذن سلمان إذن تؤمن بالعدالة الانتقالية طبعا طبعا لابد من العدال لابد من تحقيق العدالة ومحاسبة كل من ارتكبها جرائم ضد الشعب السوري بالتأكيد لا يمكن لا يمكن بلا وطن إلا على هذا الأساس جميل جدا